عقد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقي أماني أبو زيد تناولت مناقشة الرؤية الموحدة لتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في السابع من نوفمبر القادم وأكد طارق الملة أهمية استمرار التنصيق وتعاون المشترك مع الاتحاد الافريقي وذلك مع تولي مصر قيادة ملف طاقة في القارة الافريقية خلال أقمة قاب 27 للمناخ والإعلان عن موقف أفريقي موحد في قضية تحاول الطاقة العادل من جهتها أكدت أماني أبو زيد أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الافريقية في مجال الطاقة بصفة خاصة نظرا لأهميتها ودورها الأساسية في تحقيق الاستقرار والتنمية